يتزايد أعداد الخريجين والعاطلين من العمل كل عام في مقابل تكدس موظفين في المؤسسات الحكومية قضية نصلت الضوء عليها في ظل عدم موآمة مخرجة التعليم مع سوق العمل وذلك مع أهل الاختصاص من الكوادر التعليمية والذين انتقدوا بشكل عام الوضع التعليمي في البلاد بشكل عام أعتقد أن خريجين يناسبون سوق العمل يعني ما أعتقد أن هناك في ثغرة بين الخريج بتخصصاته واحتياجات سوق العمل وإلا فكيف نفسر هذا الانفاق عن البرامج التدريبية احنا دربنا الطالب أربع سنوات ليش الأسواق ليش عفوا القطاع الخاص والقطاع الحكومي يدرب الخريج مرة أخرى معناها أن ما تلقى من العلم ما يناسب مكان العمل من وجهة النظر الاقتصادية فإن عدم التكافؤ بين التخصصات المطلوبة وبين التخصصات الفعلية في القطاعين العام والخاص هي المشكلة الرئيسية في مخرجات التعليم بأن لا يوجد هناك تكافؤ ما بين التخصصات المطلوبة والتخصصات الفعلية الآن المطلوب من الجهات المختصة سواء قطاع الحكومة أو قطاع الخاص فالتخصصات المطلوبة من الناس من الطلبة من أولياء الأمور مختلفة تماما الكل يرغب أن يصبح ابنة أو ابنته دكتور أو طبيب أو كذا لكن الفرص الموجودة الوظيفية تختلف تماما عن هذه الرئيان ومن يساعد على هذا الموضوع هم للأسف سواء الجامعات أو المعاهد التطبيقية الموجودة وتساعد على فرض أن يكون هناك نسبة عالية من المخرجات لا تجد عمل وبطالة موجودة بالإضافة إلى البطالة المقنعة الموجودة أساسا في القطاع الحكومي في حين يرى أخرون أن الثغر الأساس تتعلق بعدم دراسة الواقع النفطي للبلاد وإيجاد تخصصات توائم متطلباته جامعات والمؤسسات التعليمية بالكويت بس مجرد مؤسسات تعليمية لا تعلم تماما مخرج الطالب وين لما يخلص من جامعتها أو من معهدها وين يروح الكويت دولة نفطية كان يجب عليها أنها توجه هذه الثروة وهذه الشباب إلى مصلحة وحدة أن تكون هناك مثلا جامعات خاصة وكثيفة وكثيرة أو خلنا نقول الأغلبية خاصة بالنفط على الأغلب ومخرجات النفط هذا وأن المشاريع الصغيرة التي تعد ملاذا آمنا لكثير من الشباب تصطدم بنظر المراقبين للوضع التعليمي في البلاد مع عدم مواءمة التوجه الحكومي بدعم المشاريع الصغيرة ومخرجات التعليم إبتي سامران مال آر رأي